السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في درس جديد يتعلق بالنص الوظيفي شامو وشارنو نعم نبدأ بالصفحة رقم 92 من الكتاب المدرسي أبين ما أراه في المشاهد الثلاثة نعم بالنسبة للمشهد الأول نلاحظ جرث متين نعم في المشهد الثاني نلاحظ طفل يقوم بتقليم أظافره في الصورة الثالثة نلاحظ طفلا يقوم بغسل تفاحة نعم بعده أتوقع ماذا ينتظر الجرثمان من الطفلين نعم ماذا سيفعل أو ماذا ينتظر الجرثمان نعم ينتظران أن يبقى الطفل دون أن يقلم أظافره وتبقى متسخة نعم وكذلك ينتظران من الطفل الثاني ألا يقوم بغسل التفاحة حتى يبقوا على التفاحة ويسبب له مرضا بعد الإجابة على أسئلة قبل القراءة ننتقل إلى قراءة النص نعم المطلوب المتعلمين قراءة النص قراءة سليمة وكي نتمكن أن نقرأه بشكل جيد يجب علينا أن نقرأ النص مرارا وتكرارا أن نقرأ النص ونعيده ثلاثة أربع أو خمس مرات على حسب الوقت الذي بين أيدينا ننتقل إلى الصفحة رقم ثلاثة وتسعون أنمي معجمي سؤال الأول ألون الشرحة المناسبة لكل كلمة ثم أركبها في جملة مفيدة لدينا جرثوم وأمامه ميكروب وطائر إذن ما المقصود بجرثوم هل ميكروب أم طائر نعم المقصود هو ميكروب نعم عندنا بدن مقصود به بذلة أو جسم المقصود بالبدن هو الجسم حذر نقول هذا الشخص حذر نعم هل مقصود بطيء أم منتبه نعم صحيح ومنتبه يقلم ما معنى هل يسبغ أو يقطع نعم يقلم أظافره يقطع أو يقطع أظافره فريسة ما معنى هل ضحية أو شجرة نعم الفريسة المقصود بأي الضحية نفد هل معناها خرج أو تصرب معناها تصرب نعم هذا الإجابة الأولى نعم ثم أركبها في جملة مفيدة نستطيع الكلمات سنقوم بتركيبها في جملة كما تلاحظون الجملة الأولى الجرثومة تسبب الأمراض للناس الجملة الثانية بدنه يعتني يعتني الولد المهذب ببدنه حذر أضع علامة في أمام الصفة التي لا تناسب الماء الصفة التي لا تناسب الماء نعم لدينا عذب آسن صاف متعفن ملوث وخبيث إذن نبحث عن الكلمات التي لا تناسب الماء أو لا تتناسب مع الماء عذب نقول الماء عذب الماء آسن نقول الماء آسن آسن بمعنى راكد نقول صاف هذه صفة من صفة الماء صاف نعم متعفن نعم نضع علامة أمام كلمة متعفن نعم ملوث نعم ملوث حتى هو من صفة الماء نعم خبيث نعم هذه لا تتناسب مع صفة الماء ونضع علامة إذن العلامة في متعفن وخبيث كما نلاحظ السؤال الثلاثة أكمل شبكة مفردات كلمة المرض نعم كلمات من شبكة المفردات المرض عنا ألم وعنا مثلا تمرض وعنا مثلا طبيب وعنا وجع وعنا مثلا ممرض وعنا جرح تفقين نعم السؤال رقم أربعة أكمل بالفعل المناسب إن الأفعال قضم قطف قلمة قطع عن البستاني الزهرة ماذا سنقول نعم قطف البستاني الزهرة الطفلة أظافرها قلمة الطفلة أظافرها راجل الطريقة قطع الراجل الطريقة الطفل التفاحة قضم الطفل التفاحة ننتقل إلى الصفحة رقم أربعة وتسعون من الكتاب المدرسي لأسئلات أفهم السؤال رقم خمسة أجيب أين يتنقل شامو وشارنو يتنقل شارنو وشامو بين المذابل والقماميات والمياه الآسنة والأطعمة الفاسدة السؤال الثاني في أجيبه لماذا لم يفلح شارنو في التصرب إلى جسم الطفل نعم لم يفلح لأن الطفل لا يشرب إلا الماء النظيفة ولا يأكل الفاكهة قبل غسلها ويقلم أظافره جيدا وينظف يديه تنظيفا جيدا السؤال رقم ثلاثة كيف أراد شارنو أن ينتقل إلى الطفلة عن طريق القشور الملوثة بالغبار السؤال الأخير ماذا قرر الجرثومان في النهاية نعم قرر أن ينصرف من الحي لأن الأطفال نظيفون أو يعتنون بنظافتهم في هذا الحي فقال هيا ننصرف من هذا الحي إنها أيضا طفلة نظيفة ما أخيبنا في هذا الحي لا شك أن جميع سكانه حذرون منا ننتقل إلى السؤال السادس أجيب بنعم أو لا وفق ما جاء في النص يعيش شارنو وشامو في الأماكن النظيفة هل صحيح؟ لا ماذا نكتبه؟ لا شارنو حزين لأن الطفلة لا ينظف الفاكهة هل حزين شارنو؟ لأنه لا ينظف الفاكهة إذن لا شارنو حزين لأن الطفلة يقلم أظافره نعم أكلت الطفلة التفاحة دون غسلها لا لأننا لدينا طفل هو من أكل التفاحة إذن لا نذهب إلى أحلل أضع علامة في أمام الشخصيات المذكورة في النص يعني الناس اللي سمعناهم أو الشخصيات كان قلوهما اللي مثلونا أو اللي كانوا في أحداث النص عنا الطبيب عنا شارنو عنا شامو عنا الطفل وعنا الطفلات نعم هل الطبيب موجود في النص؟ لا إذن لا نضع علامة شارنو نعم شامو نعم هذن هما الجرثومتين الطفل نعم موجود الطفل عنا الطفلة هذن هما شخصيات النص سؤال ثامن أضع علامة في أمام المكان أو الأماكن التي تتنقل فيها الميكروبات وفق النص فين؟ كي تنقلنا الميكروبات على حساب النص وش في المياه الآسنة اللي قلنا هي المياه الراكدة؟ نعم لأننا في الأول اللي هي النص كالقوة في القماميات؟ نعم وعننا في الميكروبات؟ وعننا في الميكروبات؟ نعم في الحدائق؟ لا لا نعم لأننا في الميكروبات؟ لأننا في الميكروبات؟ لأننا في الميكروبات؟ لقاء شامو وشارنو نصيحة شامو لصديقه إذن ما هو أو ما هي الجملة الأولى التي قرأناها في النص نعم الجملة الأولى هي لقاء شامو وشارنو هذا هو أول حدث في النص الحدث الثاني هو حزن شارنو الحدث الثالث نصيحة شامو لصديقه نعم الحدث الرابع هو فشل النصيحة ونجاة الطفل الحدث الخامس هو مشاهدة الطفلة وخطة الجرثوم نعم والسادسة هي نجاة الطفلة وخيبة الجرثومين السؤال العاشر ألاحظ الأسلوب التالية وأنسج على منواله لا شك أن جميع سكانه حذرون نعم كجملة للاستئناس مثلا لا شك أن هؤلاء الأطفال نظيفون مثل آخر لا شك أن التلاميذ مجتهدون ننتقل إلى أنتجه وشخص الحوار الذي دار بين شامو وشارنو هنا مطلوب من المتعلمين تشخيص هذا الحوار فيما بينهم السؤال الأخير هو ألخص النص مستعينا بالأحداث التي رتبتها إذا انتلاقا من الأحداث التي قمنا بترتيبها في السؤال التاسع نقوم بإعطاء ملخص للنص وبهذا أعزائي تكون حصتنا لهذا اليوم قد انتهت شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله